اشتركوا في القناة اخبار تتعلق بلجان خاصة من جهات سيادية ورسمية لفحص حالات المحفوصين احتياطين ده مش ممكن يحصل ابدا مفيش اي جهة تتدخل في القضاء خالص يعني استكلمة جهة سيادية دي ورسمية يعني مش مفهومة شوي يعني رسمية تمشي سيادية ايه بقى بالزبط يعني ما انا يبقى ده كلام من ليه بقى حد يقول لك هنا ده اصل ماهو الرئيس بيعفو عن المسجونين اه مش في دي مش في الحبس الاحتياطي الرئيس مالوش علاقة بالحبس الاحتياطي يخش يتحبس لا مايتحبسي يخرج مايخرجش مالوش علاقة بالقصة دي الرئيس لديه سلطة العفو العام العفو مطلق حتى لو اعدام يحفو زي ماهو عايز بس يكون الحكم نهائي يكون الحكم خلاص يقوم الرئيس ياخد قرار العفو ده الدستور والقوانين وكلها بتديره الحق ده انما طول ما القضية شغالة طول ما في حبس احتياطي محدش يتخل خرص وعلى فكرة لما الرئيس يصدر قرار عفو بسجنة او بعدما او باي يعني اي حاجة من الحاجات دي بيبقى ده حق حق الرئيس قانونا ثم انه لا يعود الى اي هيئة من هيئة الدولة يعني مثلا مش يرجع يسأل انها بالعام يقول له مثلا هعمل كذا لا هو حر دي هو حق من حقوق رئيس الدولة انه يعمل كده ما يستشيرش حد ده يستشير مشتشري زي ما عايز يسمع الرأي العام زي ما عايز يتأثر زي ما عايز لكن قراره هو الوحد قراره بقى هنا ده بقى قرار السيادي من رئيس الدولة فما ينفعش نقول بقى ان فيه هيئة بتطلع على الحبس الاحتياطي والكلام ده كله فانها بالعام طلع عميد طالب النهار ده خبر كويس جدا 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 ونتمنى ان عملية الفحص دي ندعو السيد المستشارة شين بركاته هننصق في عدله وفي يعني يعني علمه القانوني يعني نتمنى ان هو يواصل ده اذا كان فيه اعداد كتيرة ونعرف ان فيه اعداد محتاجة قراءة تانية في ملفاتها يعني نتمنى من نزل هنا بقى نيجي بقى لدور الرئيس احنا لسه مشوفناش الرئيس هو الرئيس يمكن تسمى مضى عفو الداخلية على خمسمية وشوية حاجات زي كده حسب علمي ويمكن يكون مش دقيق لكن حسب معلوماتي يعني في الصحافة انه الداخلية بتجيلها اشارات من السجن بقى فيه مناسبة مثلا ان احنا عندنا عيد الثور 25 يناير طيب يوم الدولة تطلع شوية مساجين يكونوا عندهم حسن سيل وسلوك ويكونوا قضوا نص المدة تلات اربع المدة زي ما يكرر الراجل اللي في السجن اوزن القانون دور اكتر من نص المدة مأمور السجن يشوف علي وحسين مأمور السجن الاناطر تشوف فكيهة وفتحية وعلي ناس كويسين تقوم تكتب مذاكرة يقوم وزير الداخلية يشوف الامور كلها يلاقي انه ممكن القضايا كويسة مفيش مشكلة يعني ماشي الحال ماشي فيه نوعية قضايا معينة يقوموا يطلعو بس الرئيس تازم يمضي الرئيس هنا يمضي لكن من اللي بياخد مش القرار من اللي بيراشح الاسماء وزير الداخلية من اللي بيديها الوزير الداخلية مأمور مأمورين السجون مأمور السجون أو رئيس قطاع السجون فيه لوة كبيرة رئيس قطاع السجون هو اللي يعمل الملف ده ويبعث الوزير الداخلية الوزير الداخلية ياخد القرار بعدين يبعث الرئيس الدولة رئيس الدولة يمضي إنما بقى أين عفو الرئيس شخصيا هذا ما نتمنى عفو الرئيس شخصيا لم نرى حتى هذه اللحظة العفو الرئاسي عن مساجين انتوا عارفينهم أكتر مني هو ده اللي احنا منتظرينه بقى يفاجئنا بيه إن شاء الله يوم 25 يا رب إن شاء الله يعني يا رب يهدي الأمة كلها إلى سبيل الرشاد يعني كلنا يا رب فياريت الرئيس يفكر يتأمل يدرس يشوف إنه فيه شباب ما ينفعش يعني تقلق شوية لما هو من الرئيس بيقول مش أنا اللي بقول إنه الشباب هم لأضاء الطريق في ثورة 25 يناير يبقى فيه منهم مسجونين واللي عملوا مشاكل في البلد خرجوا من السجن يعني مسألة تبقى موربيكة شوية يعني تبقى مش مريحة خلينا نتصعفة ونتصالح مش مع جماعة إياهم ما تكلمش مع جماعة إياهم أنا بتكلم على شبابنا عشان النفوس تهدى كده والدنيا تبقى يعني أفضل شوية يعني دي أمنية أمنية وأمل ورجاء كمان ما عنديش مانع أبد إن أنا أترجى رئيس الدولة إن هو يخرج الشباب دول ما بالأكس شيء يشرفني وسعدني وأتأمى يعني أدعو إنه طبعا الرئيس مش سمعني ولا يعني الرئيس مش موجود خارج مصر لكن طبعا في أجهزة بتشوفه في أجهزة يعني نتمنى النرى بقى عفو الرئاسة كل دي حاجات بتحصل حصلت مع كل رؤساء الجمهوريات في كل الأعياد هاتوا التواريخ هاتوا مثلا عيد الثورة ما كانش في يناير بقى كان في عيد ثور 23 يوليو وفي عيد كبير وفي عيد صغير وفي كتة السداد طلع وعسل مبارك طلع وجمال عبد النصر طلع وكله حتى عدل منصور على فكرة طلع لأنه دوة إجراء روتيني في الأعياد الناس بتخرج اللي هما عندهم ظروف كويسة في السجن يعني قضاياهم ايه معقولة مقبولة زي حاجات معينة فإذا أما العفو الرئاسي هذا أمر آخر نتمنى يا رب إن شاء الله خلاص قلنا لكم علاء وجمال الرئيس اليمني استقال وقدم استقالته لمجلس النواب في كلام من الحوتين مش عايزين الحكم مش عايزين بس يسيطروا عايزين يخوفوا الرئيس استقال مت هيقلي ده يرضي الشعب اليمني بقى أنا مش عارب ايه عشق السلطة ده ايه الجنون بتاع السلطة ده يا ساتر يا رب طيب يا رب يكون ده إفراجة يعني يا رب يكون دي مخرة كويس استقال لمجلس النواب اليمني يا رب تكون يعني دي توسع الدنيا شوية وتنور الدنيا شوية في اليمن يا رب ان شاء الله طيب يعني رفض طيب برلمان اليمني رفض استقالة الرئيس بقرة بقى نشوف مع بعض نتأمل مع بعض ايه اللي بيحصل في اليمن احنا كدنا اتكلمنا فيه مبارح ان شاء الله زي عيشنا بقرة ان شاء الله ونفكركم بقرة الجمعة اه زيارة الاهل السؤال عنده وت والسؤال عنده وت والسؤال عنده وت مش قد تروح استعمل التليفون اه يعني اه يعني يا ليت الرئيس يا سمعنا اه في طلبنا بالعفو الرئاسي يعني ده مش طالبي على فكرة طالب ناس كتير يمكن مش غالبية الشعب ممكن لكن حلو زي ما بيقول جورج قرداحي ربنا يديل الصحة المسامح كريم يلا الى الاسكندرية الى دكتور يوسف زيدان الى علاء خالد الى اللواء طارق المهدي والى اهل الاسكندرية الاحباء الاعزاء اللي استقبلونا بكل ترحاب وبكل حب وبشكرهم شكرا جزيرا لانهم يعني احنا صورنا في الشارع وقد حاجة صعبة لكنهم الحياة كانوا متعاونين معنا جدا لقهوة تجارية اللي في المنشية من اشكرهم شكرا جزيرا ونادي الياخت اللي سجلنا فيه ده نادي جميل جدا على فكرة ومفتوح للسكندرين اللي هم اعضاء نادي الياخت وفيه ان احنا اتعشينا في النادي اليوناني وبساطنا جدا جدا كده نوقات ايام لطيفة جدا وعلى فكرة احنا قررنا ان شاء الله زي المتحدث ان احنا ان شاء الله ازا ربنا ادانا الصحة ودكوا الصبر علينا وتشوفونا ان شاء الله نكمل وان شاء الله نمر على بعض المحافظات نشوف اراء الناس في الدنيا الجديدة والانتقابات ومبدئيا تسبوع على خير اشتركوا في القناة